مرحبا يا عمياء الهدواتي هذا هو سيد عمر وهذا سيكون الرسولة الرسولة المترجمات يكون جنبك الورقة والقلم بتوعك ويكون البوكلت بتاعك معاك ونبتدي كده نشوف هنحل حاجة حاجة دايما لما انا بحاول ادي اجزامبل وحضرتك بتحس انك فاهم حاول تقوز الفيديو وتحاول تشوف اذا كنت هتعرف تحلل لوحدك ولا لا بعد كده تفتح الفيديو تاني وتسمع الايجابات على طول نبتدي كده على طول الانتيرفل يعني ايه انتيرفلز بالاول تعالوا كده اما نبتدي نشوف ايه معنى كلمة انتيرفل اصلا ايه هانتيرفل دا بص يا وليب ايه الانتيرفل احنا اخدنا حاجة اسمها الست الست دي مسلا اللي هي كانت جواها ايه اللي هي مسلا لو انا عندي شوية ارقام يعني مثلا لو عندي سات جواها Three وجواها Four معنى كده ان انا جوه ده ما عنديش غير الالمنت الي اسمه Three والالمنت الي اسمه Four انا ماسك في ايدي الثري وال Four معيش أي حاجة تاني طب لو أنا عايز أقول لا أنا مش عايز كل ده أنا عايز يا مصدر الثري والفور والأرقام اللي ما بينهم كلها الثري بوينت وان والثري بوينت وثري بوينت فور الأرقام the numbers that are in between ثري and four عايز أعرف كل الأرقام كل real numbers بالروتس بقى بالمش عارف إيه بكل الكلام اللي ما بينهم عايز كل الأرقام اللي ما بينهم إزاي أقدر أريد بريزنت ده بطريقة كده زي ما أنا عملت علامة الست دي أنا كده فهمت إن أنا عايز الألمنت اللي اسمه ثري وفور لأ أنا عايز طريقة بحيث تعرفني ال numbers اللي ما بين الثري والفور كلها أو مثلا ما بين ال 10 وال20 ما بين ال 100 وال150 إيه الطريقة دي؟ هي دي فكرة ال-intervals علامتها عاملة زي يا مصدر تعالوا كده ما نبتدي وليكن مثلا أنا عايز أقول أنا عايز أعرف الأرقام اللي ما بين 10 وال20 أنواع ال-intervals يولاد تلاتة عندنا أول حاجة حاجة اسمها closed interval closed interval إيه ال-closed interval؟ بعملها كده الأرقام اللي ما بين مثلا ال-10 وبعدين بنكتب إيه وال-20 وبقفل العلامة دي كده ده كده اسمه closed interval أول ما عمل علامة القوز ده اعرف كده إن ده معناه interval أنا معنى كده أنا عايز الأرقام اللي ما بين ال-10 وال-20 طب يا مصدر بريبريزنت الكلام ده ازاي على ال-number line وال-number line ده خلوا بالكم مهم جدا أدي مثلا أرق أهو ده ال-number line بتاعي بعض أعد عادي الأرقام بتاعي بتاعتي 0, 1, 2, 3, 4 لحد مثلا أدي ال-10 و أدي ال-20 بقوم جاي عامل إيه يا ولد؟ طالما أن هما اللي اتنين closed interval بقوم جاي كده وبقوم عامل إيه؟ بقوم عامل دورية سودة دورية كده وسودها وسودها كده خالص كده على دماغه ال-20 وعند ال-10 أسود دي كمان ووصل ما بينهم معنى أنه أنا سودتها الأرقام بكل دي كده دي الأرقام اللي ما بينهم دي الأرقام اللي ما بين ال-10 وال-20 طب ده معناه إيه يا مستر؟ معناه يا ولاد أنه أنا عايز الأرقام اللي ما بين ال-10 وال-20 وكمان ال-10 وال-20 نفسهم يعني ال-10 وال-20 نفسهم معايا طب إيه تاني نوع من أنواع ال-interval؟ عندنا حاجة يا ولاد اسمها ال-open interval أكيد يعني يا مستر يعني إحنا عندنا closed interval ولي بأكيد فيه الـ Open Interval إيه الـ Open Interval؟ ببقى مثلاً ادي الـ 10 و ادي الـ 20 Open طب يا مستر الفرق في ايه؟ بص يا سيدي ادي الـ Number Line اهو بنعمله represent كده و ادي الـ 10 اهو مثلاً وليكن الـ 10 هنا وليكن الـ 20 هنا واعملهم Open ازاي يا مستر؟ بنقوم جايين عاملين دورية يا ولد زي ما أنا عملت كده بس المرة دي بخليها Open ما بسودهاش دي كده معناها Open كل الارقام اللي ما بين الـ 10 والـ 20 طب دي معناها ايه؟ معناها ان انا معايا كل الارقام اللي ما بين الـ 10 والـ 20 الـ 11 والـ 12 والـ 13 والـ 14 والـ 10.1 والـ 10.00001 بس الـ 10 نفسها مش معاي الـ 20 نفسها مش جوه الـ Interval ده ده معناه ان الـ Interval Open ده معناه ان الـ Interval Open وبسيبها Open كده زي ما انتوا شايفين طيب في حاجة عندنا نوع ثالث اسمه ايه بقى اللي هو الهاف اند هاف يعني انه ممكن حاجة واحدة open وواحدة closed اللي هو ايه اللي هو الهاف open of course or الهاف closed يعني لو انت بتشوف الحاجة يعني glass half empty وجلاس half full يعني ما تفر انت بتشوف الحاجة ازاي فبنعملها هاف ان هاف يعني مثلا التن والتوينتي طب حد بقى يقول لي كده بسرعة ازاي اقدر represent ده على النومبر ايه يا مستر النومبر لاين بتاعي اهو ايش ياولاد وقوم جاي كده ادي التن ادي التن مثلا و ادي التوينتي بس خلي بال بقى حضرتك من حاجة التن هنا هي اللي اعملها ايه رافو عليكم التن هنا هي اللي closed عشان هنا التن closed ليه closed عشان خاطر البركت ده زي ما انتو شايفين كده مقفول طب التوينتي open يبقى خلاص يا مستر اعمل دورية واحدة open كده ووصل ما بينهم دي كده ياولاد الارقام اللي ما بين التن والتوينتي دول كانوا التلات انواع بتوع الانتروفل يبقى انا عندي closed interval open interval half opened او half closed whatever حضرتك عايز تشوفه ازاي طيب في حاجة عندنا كمان ياولاد علامة جديدة كده هناخدها اسمها علامة الانفينيتي يعني لو انا عايزة represent كل النومبرز اللي اكبر من مثلا الفايف عايز اعرف الارقام اللي اكبر من الفايف بريبريزنت الحاجات دي ازاي بص كده يا سيدي الموضوع بسيط جدا الموضوع كل اللي انا بعمله ان انا بقوم عامل number line كده انا عايز الارقام اللي من اول الفايف وقولك بتكتب ازاي لحد الانفينيتي وقادي مثلا وليكن دي الفايف انا عايز الارقام خلينا نكتبها من فايف closed لحد الانفينيتي وكيب ان مايند على فكرة الانفينيتي على طول open على طول مفيش حاجة اسمها لاني هقولك فكر في اكبر رقم تقولي مثلا وان ميليون هقولك وان ميليون عند وان مفيش حاجة اسمها اكبر رقم طيب انا عايز اعرف الارقام من اول 5 لحد الانفينيتي بنعملها ازاي بنقوم يا ولاد جايين كده من عند الفايف ده هي صح كده اهو سوتها خالص كده وقوم جاي وقوم موصل ايه من عند الفايف لحد الانفينيتي واعمل arrow كده في الاتجاه ده ده معناه يا ولاد ان انا معايا كل الحاجات من اس 6 وال7 وال8 وال9 وال12 وال11 ومش عارف ايه الحاجة ده بقى اكبر رقم حضرتك ده كده بكل بساطة كان الموضوع ده طيب في حاجة صغيرة لازم نبقى عارفينها ساعات يا ولاد ما بيجيب ليش الانترفل بالطريقة دي ساعات يرخم عليها شوية يرخم عليها ازاي يا مستر يعني بدلا ما يكتب لي ال10 وال20 كده يقول لي ان الرقم بتاعي اسمه اكس مسلا ساتش ذات ان الاكس ده بيلونج للار يكتبها بالطريقة دي وكمان الاكس ده بص بقى رقم in between 20 وال10 ويعمل هنا علامة or equal ويعمل هنا علامة or equal دي شايف اللي انا لسه كاتبها دي هي هي دي الاتنين دول واحد انا بقول ان الاكس ده رقم real number ما بين ال20 وال10 وعملت علامة or equal وor equal عشان خاطر اللي اتنين ايه closed طب تعالى كده قول لي دي حد شاطر كده يقول لي دي هتتعمل ازاي نفس اللي انا هقوله هنقول ايه x such that the x belongs to the real number سورين تعالى بس نكتبها في حتة تانية عشان كده ايه هنزنه نفسنا نكتبها هو x such that ya ولاد x belongs to the real number and x is in between 20 وال10 ده الرقم بتاعي ايه مستر ده؟ طب انت ليه ما حطتش علامة or equal عشان اللي اتنين open شايف كده عملت ما بين 10 وال20 على فكرة هي دي الحتة اللي تفرق معايا الهاري اللي في الاول x belongs to the real number ومش عارف ايه يعني دي حاجة بس بعرفة ان هي في ال real number يعني 10 point مش عارفك root 11 معايا root 13 معايا لا بهم طب هنا بقى هنكتب نفس الكلام x such that ان ال x belongs to our ya ولاد وان ال x بتاعتي رقم ما بين 20 وما بين 10 خلي بالك بقى عند 10 closed دي بقى اعملها closed بس كده ده بكل بساطة كنا بنكتب الطريقة دي طب دي يا مستر بنكتبها ازاي؟ بسيطة يا سيدي هتكتبلي x such that x such that ان x belongs to our ya ولاد وال x مالها بقى greater than 5 بس greater than or equal عشان دي closed اهو الارقام اللي اكبر من 5 بس كده ايه اللي اكبر من 5 ال 6 وال 7 وال 8 وال 9 وال 10 وال 11 وال 12 وال 13 وال 14 and so on ده كده كان سريعا ال introduction لل lesson طبعا الشرح والكلام دوت انت ممكن تلاقي نفسك مش عارف تحل على طول بس طبعا بالحل الكتير دلوقتي هتلاقي ان شاء الله الدنيا لزباطت معاك بيقوللي انا عندي interval one and two بص كده كتبوا في الفورما دي ازاي x such that x belongs to our وقال ان ال x is in between two and negative one وحط هنا closed and closed عشان طبعا اللي اتنين closed وعمل لها representation هو على number line عمل دورية وسودها عند negative one دورية وسودها عند two ووصل ما بينه هنعمل نفس الكلام ده دي نكتبها ازاي؟ هنكتب ايوة x such that x belongs to our yowlet ايوة ال x belongs to our yowlet والx ده number ما بين كام وكام بقى ما بين three وما بين one بس سنة يا مستر الone عنده or equal بس كده ليه؟ عشان الone closed والthree هسيبها open طب ازاي بريبريزنت ده على number line من عند الone واعملها كده سودها خالص كده خليها له ايه؟ صودة خالص لحد الثري بس خلي بالك الثري ايه؟ open دورية open كده ووصل ما بينهم واو ممكن تعملها كده وحط خطين كده بس عشان baseline يعني طب هنا بيقلي ان x belongs to the real number ما بين الثير والثري خلي بالك بيقلي اهو ما بين الثيرو وبعدين الثري والثري هي اللي closed اللي هي عشان الثري عندها or equal ارفنا كده بنعمل ازاي؟ اظن بسيطة خالص طب دي بريبريزنت ازاي باجي عند الثري اعمل open واي عند الثري اعملها closed closed خالص اهي وامو وصل ما بينهم يا ولاد شكرا ادي كده يا مستر الnumber line بتاعي طب هنا بق بصوا ده لا بديني حاجة ولا دي ولا دي كايبلي رسمة الرسمة واضح عليها ان هي من عند الثري او اوبن شايف فيه دورية اوبن اهي والثري اوبن يبقى من عند الثري اوبن والثري اوبن طب بكتبها ازاي؟ اكس ساتش ذات اكس بيلونجس تو ار والاكس بتاعتي ما بين الثري وما بين الايه النيجاتف تو واكتبها بالترتيب ده كده على طب ما بين النيجاتف تو والثري والاتنين اوبن ما حطتش علامة or equal اللي عنده حاجة طب هنا بقى بيقوللي ايه يا ولاد؟ بيقوللي من النيجاتف انفينيتي لحد الone شايف بقى انا من ادي الone اهو؟ الاول اعمل الone الone close صح؟ وروح للنيجاتف انفينيتي ادي النيجاتف انفينيتي في الاتجاه ده واعمل اره كده اعمل ايه ساهم كده؟ خلاص هي دي كل الارقام اللي انا عايزها طب بكتبها ازاي يا مستر؟ انا عايز الارقام اللي smaller than or equal to one يعني x such that ان ال x belongs to r وعايز يا ولاد الارقام اللي اصغر من الone لو انت شايف انا خدت الزير والنيجاتف one انا عايز الحاجات اللي smaller than الone بس احط علامة ايه؟ or equal لعشان الone closed وزي ما قولنا الانفينيتي على طول open طيب حاول تبوز الفيديو كده وتشوف هتعرف تعمل اللي بعدها ولا لأ؟ طيب انا بفترض كده ان حضراتكم اعملتوا بوز للفيديو وفي ايه؟ ناس حلت تعالوا كده اما نشوف هنا واضح انها من اول ال zero open لحد الانفينيتي عشان عاملي ارو يبقى من أول الزيرو اوبن لحد الانفينيتي وخلي بالك أنا بكتب الأرقام من الصغير للكبير محدش يقولي من الانفينيتي للزيرو لا من الزيرو ل IL هنا أنا ابتديت من ال neg piano عشان الأرقام اللي بال negatif هي اللي أصغر من ال negatif infinity لحد ال one هنا كتبت من ال negatif two لل� F هنا كتبت من ال zero لل� years هنا كتبت من ال one لل揺 هنا كتبت من ال negatif one لل two من الصغير للكبير طيب بمكتب دي إزاي؟ بنكتب X such that x belongs to R وطبعاً ال-x ده ما يلو بقى المراضي أكبر من شايف ال-x ده أكبر من الزيرو greater than الزيرو بس وأسيبها كده ال-x الرقم اللي أنا عايزه أكبر من الزيرو طب هنا بيقول لي إن ال-x smaller than 4 فين الأرقام تعالي الأول نعملها كده عند ال-4 open عشان ما فيش علامة or equal وعايز الأرقام اللي أصغر من 4 شايف بيقول لي x smaller than 4 يعني كده دي الأرقام بتاعتي طب إيه ده نعملها إزاي دي يا مستر يبقى من أول negative infinity أيوة اللي قال من أول negative infinity الأول لحد الفور open ده كده كل الأرقام بتاعتي من negative infinity لحد الفور آخر حاجة بيقول لي من ال-negative tool لحد ال-infinity هنقول x such that x belongs to R وطبعاً ال-x هنا هتكون مالها بقى من negative tool لحد ال-infinity أكبر من for equal لل-negative tool تكتب لي كده وليه طيب من أول ال-negative tool أهو باجي أعلم ال-negative tool وخليها إسود وأنا عايز الحد positive infinity كل الأرقام اللي أكبر منها كل الأرقام ده كده كان سريعاً عشان بس تبقى فاهم إيه الفكرة بتاعة ال-interview طيب دعالوا كده نخش على اللي بعده ده question number two بسأل كده شوية أسئلة هنا هنحط يا ولاد ya belong ya not belong طيب هل 3 موجودة في ال-interview اللي اسمه من 3 لل5 في الكيس دي اه موجودة ليه عشان ده closed ده 3 موجودة هنا طيب نعلم بص على تاني واحدة ال-negative tool موجودة هنا لا ده ال-negative tool open بعدين zero بعدين one بعدين two بعدين three بعدين four آه الزيرو ما بينهم يبقى belong سوريا أنا عملتها شكلها not belong بس هي ايه أنا قصدي belong belong of course طيب نيجي للي بعده ايه ال-absolute value of negative three اللي هو three فبسأل بقى هل three موجود between two and infinity ما بين two لحد الأرقام infinity اللي one thousand آه ما بينهم three ما بين two and infinity يبقى belong طيب نيجي هنا root nine ده اللي هو كام اللي هو three هل three موجودة من أول negative three لحد الأرقام infinity negative three negative two negative one zero one two three four آه ما بينهم هي بقى belong طيب هنا ايه يا أولاد ده cube root of negative one اللي هو negative one هل negative one ما بين negative infinity لحد الأرقام يعني من أول negative one million negative ten negative nine negative eight negative seven negative four negative five negative three مش عارف negative two negative one zero الحاد دل one آه ما بينهم هي يبقى belong طيب هنا بيقول لي بقى هل الرقم ده موجود في الر positive هو ده رقم positive ولا negative الأول حد بقى يقول لي ده رقم negative لا يا خويا احنا أخدنا المرة اللي في السنة اللي فاتت ان الباور اللي بال negative ده معناه انه division انه كأنه divide كان بيرجع فاكر كان بيرجع لورا كده كنت بيرجع خمس أماكن five decimal place يعني ده يا أستاذ رقم positive that belong طب هنا هل الرقم ده بي belong ما بين two وال five والله امسك الroot two ده حولوا كده بالكالكولاتور حولوا كده as a decimal اكتب root two وشوفوا كده as a decimal هيطلع معاك كام ودوس equal هيطلع والله معاك one point حاجة one point seven كام هل الone point مش عارف seven ده ما بين two وال five لأ طبع يبقى نور belong طب لو كان ما بينهم يبقى بي long يعني بسيطة خالصة طب نيجي هنا مستر هحول الروت five وتحول تحولها ديسمل وتحول لي الروت 23 ديسمل وتشوف لي هل الفايف ما بينهم يعني مثلا طلع ده مثلا مثلا يعني لو طلع ده two point three مثلا وطلع ده seven point four هل الفايف ما بينهم all five ما بينهم يبقى بي long طب لو طلع ده مش عارف رقم كامل طبعا عشان بس مش جنبي كالكوليتور وانت تشوف الفايف ما بينهم ولا بس بس وخلصت على كده نفس القصة هنا حاول دايما تفك الحاجات اللي فيها ديسمل a cube root of negative one hundred twenty five ده اللي هو negative five طب هنا ده الانترفال ده a root twenty five ده نقدر أبسطه النيجاتف ماليش دعو بيها ودي الفايف هنا a root twenty five بفايف هو بقى بيسألني هل النيجاتف فايف في الانترفال ده خلي بالك النيجاتف فايف هنا open يبقى لا مش موجودة does not belong عشان ده open حاول طبعا تبقى تحسب دي كده عشان بس مش جنبي كالكوليتور وتشوفها belong ولا لا وبقى عرقوني طيب نيجي اللي بعده اللي بعده سريعا كده شوية اسئلة choose خفيفة بنسأل كده بسرعة هل ال cube root of eight اللي هو تو طبعا هل التو موجودة من النيجاتف انفينيتي لحد الفور قعد ماشي كده من النيجاتف انفينيتي لحد ده موصر للفور انا قبل موصل للفور هعدي على ال one وال two والسري طيب هايبقى ايه بقى يبقى belong امتى كنا بنحط sub set وnot sub set لو انتم نسيين لو كنا يا ولاد بنتعامل مع set مع العلامة دي او مثلا بتعامل مع set سنفسها r, z, z positive z negative, r negative لو بتعامل مع الحاجات دي بحط يا sub set يا not sub set عشان بس ايه حضرتك تبقى فاكر كده ايه امتى بنستخدم الكلام ده طيب ال five بيتبلونج الاني واحد هل ال five موجودة هنا لا هنا اوبن هل ال five موجودة هنا هنا اوبن هل ال five موجودة هنا لا دي دي point أصلا دي ده مش عارف ايه ده طيب هنا بقى هل ال five موجودة هنا من اول ال negative five لحد ال infinity negative five negative four negative three negative two negative one zero one two three four five لحد one million اه موجودة هنا يبقى في نمبر دي بيقول لي هنا يا ولاد ال opposite figure ده بي represent interval من فين لفين واضحة ومن اول negative four closed شايف عمل دورية سودة اهو لحد ال eight closed يبقى هو ده طيب قبل ما حل الجزء ده خليني كده بقى اقول لو انتو فاكرين من الدرس اللي فاتح احنا كنا قلنا فيه شوية definitions لل r انا هسيب ده كده هسيب الاسئلة دي الوقتي وهارجع لورا شوية هنرجع لورا كده شوية ماشي قالونا كده ايه نرجع لورا سنة صفحة فاضية اهيه وهقول شوية حاجات وبعدين نرجع نحل الكام سؤال احنا كنا قلنا في اللي سن اللي فات ان فيه definition تاني لل r انا قلتلكو عليه وقلتلكو مش هنقوله دلوقتي قلنا هنقوله مع اللي سن الجاي وهو اللي سن الجاي جاي اهود تعالوا بقى ما نقوله بصوا يا قلت ادي ال number line اللي عندي اهو هنا مثلا الزيرو في النص مش انا لو مشيت من الزيرو لحد الارقام دي كل ده كده دي بي الارقام ال positive طب ما نقدر اكتبها ال r positive دي خلي بالك الارقام ال positive عبارعا من الزيرو للانفينيتي الزيرو closed ولا open خلي بالك الزيرو open ليه يا مستر الزيرو open انا مش عايز الزيرو الزيرو لا positive ولا negative انا بسأل على الارقام ال positive كل الارقام اللي يدوبك اكبر من الزيرو يعني 0.0000001 ده positive انما انا الزيرو نفسه مش عايزه فال r positive الارقام اقدر اكتبها ما بين الزيرو للانفينيتي طب تعالى كده حد يقولي ال r negative عبارعا ايه ايه الارقام ال negative من اول فين بقى بص كده عامل هلك بلون تاني من اول الزيرو open لحد الارقام ال negative اهو دي ال r negative كل دي كده دي ال r negative دي هنا negative infinity هنا positive infinity يبقى من اول الزيرو سوريا negative infinity احنا بنكتب من الصغير الاول لحد الكبير من ال negative infinity لل zero ده كده اسمه الايه اسمه ال r negative طب بص رأ ال r كلها عبارعا ايه من اول negative infinity شايف انا ماشي من negative infinity negative one لحد positive infinity كل ده ده ال r كلها واعملهم طبعا ال اتنين open ال infinity على طول open وده كان ال definition الاخير لل r يبقى ال r دلوقتي احنا اخدنا لها كزا definition اول definition من ال negative infinity لل infinity وكان عندنا حاجة تانية بتقول q union q dash وكان عندنا حاجة تانية يا ولاد بتقول ايه بقى بتقول n عبارعا ال r positive union ال r negative union is zero ده كده ال definitions بتاعة ال r مهمين جدا 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 طيب فيه ساعات بقى بيجي رخم يعني ايه بقى يعني ارخم من كده مصطر اه بص بقى ساعات ده يجي يقولك ايه انا همسح كده الحتة دي بص كده يا سيدي ساعات بقى يجي يقولي ايه وده لعب في الكلام شوية يعني ايه يجي يقولي انا عايز non negative real number ايه الارقام اللي مش negative حد يقولي الارقام اللي مش negative اللي هي هي ال r positive اللي هي الارقام positive لا تبقى نقص لك حاجة الحاجات اللي مش negative هي zero والحاجات positive فاقدر اقول من الزيرو لل infinity open لل positive infinity يبقى الحاجات اللي مش negative الزيرو والارقام positive الزيرو والارقام positive عشان كده عملت zero close ده انا عايزه هنا طب لو انا قلت non positive real number ايه الارقام اللي مش positive حد يقولي الارقام negative والزيرو ايه الحاجات اللي مش positive الnegative والزيرو لان الزيرو لا positive ولا negative يبقى الحاجات اللي مش positive الnegative والزيرو يبقى من اول فين لفين يا مستر من negative infinity لحد zero بس ايه بس zero closed لان ايه عايزه هنا فطبعا فرق كده لو انت خدت بالك ده الار positive اهو ودول الحاجات non positive real number ودول وده كده كان بكل بساطة الحتة دي حتة مهمة جدا 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 واوقات كتير بتيجي تشوز ايا كان طبعا امتحانكو هيجي ازاي يعني احنا لسه ما نعرفش بس تبقوا يعني ايه تحسبا يعني قدينا بنعرف الكلام ده يبقى تعال بقى نحل الكلام ده وهو بيقول الار عبارة عن هل عبارة عن R positive intersection R negative لا طبعا ده ده فاي R positive union R negative لا لو كان معها zero كانت تنفع بيقول من negative infinity positive infinity ده ده منهم Q intersection Q داش لا ده Q union Q داش بيقول لي هنا الار positive الارقام positive قلنا من اول فين لفين من zero للإنفينيتي والzero open طبع الار negative من اول فين لفين بق من negative infinity لحد zero open طب the set of non negative real numbers الحاجات اللي مش negative قلنا يبقى zero والحاجات positive zero والحاجات positive يبقى zero closed والحاجات positive والpositive infinity طب the set of non positive يبقى zero والحاجات negative الزيرو والحاجات negative يبقى من negative infinity لحد فين ياولاد اللي قال choice الأخير عمي مش عارفة دوس عليه من negative infinity لحد zero والzero closed لأني عايز zero معي ده كده كان سريعا الفرق ما بينهم طبعي بصوا المسائل عفوان كده المسائل ياولاد بتاعة الانترفal بتيجي بطريقة معينة تعالوا نشوف المسائل بتيجي ازاي وايه علاقة الـ number line لان هنحتاج كمان الرسم فيها يعني هتحتاج ترسم number line ونبتدي كده نشوف الدنيا هتمشي ازاي بصوا ياولاد لو انا مثلا جيت قلت لحضرتك انا عندي set اسمها x where x دي مثلا example where x من اول الone لحد الfive خلينا مثلا closed وجيت قلت لحضرتك عندي set تانية اسمها y y مثلا يا سيدي من اول negative two لحد مثلا s three خلي هنا open وهنا closed وجيت طلبت من حضرتك انا عايز اعرف اول حاجة find x intersection y تانية حاجة x union y تالت حاجة عايز اعرف حاجة اسمها x minus y رابع حاجة عايز اعرف حاجة اسمها y minus x y minus x في حاجة حاجتين كمان بيتطلبوا اللي هي حاجة اسمها x complement y complement x y d هنقول لهم دلوقتي بس يعني بعد الانجزامبل ده هدي اجزامبل تانية عليها تعال كده نشوف ايه الكلام ده بص يا وليه اول ما تجيلك مسألة زي كده اول حاجة لازم تعملها ترسم number line number line ده هو اساس المسألة هو يعرفك الحل كله انا هرسم x وهرسم 1 برسم number line زي ده كده وسيب مكان من تحت سيب مكان كده من تحت قبل ما تكتب الارقاء فين الx بص الx بيقول من اول 1 لحد 5 تعال كده نرسم الx من اول 1 لل 5 اجي كده يا مسألة من عند 1 اعملها او 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 لليه الاحمر ده x يعني الاحمر ده x اعملت x اظن انا كده ده x طب ال y بتاعتي وحاول دايما زي ما اعمل دلوقتي بلونين انت ممكن تستخدم جايف ورصاص يعني الم ازرق والرصاص بتاعك ال y هرسمها على نفس number line على نفس number line بنيجي يا أولاد من عند negative 2 closed اهو ادي negative 2 closed مساحة شوية وكتب الارقام تحت سن لحد 3 open ودي 3 دورية open هين ما سوت هاش ونقوم جايين كده موصلين ما بينهم ده كده اسمه ايه اسمه ال y يبقى ده ال x وده ال y طيب ايه اللي هو عايزه بقى هو عايز ال x intersection ال y بص يا سيدي بيسألني ايه الحاجة اللي موجودة في ال x وموجودة في ال y اسألك كده بص على الرسمة دي بزمتك ال 5 d مش انت شايفها ال 5 d موجودة في اللون الاحمر بس مش موجودة في الازرق ال 4 موجودة في الاحمر مش موجودة في الازرق من اول 3 موجودة في الاحمر والازرق لحد ال 1 برضو موجودة في الاحمر والازرق يبقى مصدر ال-X تعالى كده بقى ما نشوف الحل ال-X intersection Y اعتبر كده ان ده ساندويتش باخد الحتة ال-comment اللي موجودة في ال-2 يعني من اول هنا كده لحد هنا الحتة في الساندويتش اللي أنا باخد منها الطبقتين على بعض اللي موجودين على بعض الاحمر والازرق يبقى من اول فين لفين يبقى ال-X intersection Y is equal من اول ال-1 لحد الثري والثري مش هنا open اعملها open ده اول اجاب قديني كده جاوبت على اول حاجة يبقى عرفنا كده بكل بساطة أنا بعمل ايه بكل بساطة ال-X intersection Y الحتة اللي فيها common فيها الاحمر والازرق مع بعض طيب تعالى لما نشوف تاني حاجة ال-X union Y ايه ال-X union Y انا عايزة اعرف ال-X وال-Y لو حطتهم على بعض بكل بساطة خد من اصغر رقم لأكبر رقم فيهم هما الاتنين اصغر رقم عند ال-Y هنا اهو negative 2 يبقى من اول negative 2 closed مش عند negative 2 closed لحد فين بقى لحد الفايف والفايف هنا كت معمولة ايه closed يبقى لحد الفايف closed ادي ال-X يعني ومار تعالى بقى نيجي لاللي بعدها واللي بعدها كده انا هنشوف لو هعرف مثلا اعمل حاجة كده سواني يعني لا بلاش ده ممكن مثلا نخليها حاجة حاجة زي كده عشان بس ايه اه ممكن نخليها حاجة زي كده ده هينفعني في حاجة بس دلوقتي انا عايز اعرف يا ولاد X minus Y يعني انا بقول لحضرتك ايه بقولك انا عندي ال-X انا مسك في ايدي ال-X شيل منها ال-Y بص انا عايز اعرف ايه انا عايز اعرف X minus Y انا ماسك في ايدي ال-X انا معايا ال-X خبي ال-Y بص كده تعالى نخبي ال-Y ده انا هوريك ايه لازمة تبارك تانج اللي انا عملته ده بص كده يا استاذ ايه رازم لازمة لو انا كده جيت خبيت ال-Y بص كده تعالى كده يا سيدي سوري نخبي ده ايهو ده ما بيتحراش سورينا يا اولاد معلش ادي مثلا نعمله تاني X خبي منه ال-Y بص انا هخبي ال-Y كلها بص كده لو خبيت ال-Y شايف انا بالازرق ده حاول اخبيه هخبي ال-Y كلها اتبقى لي ايه في ال-X بص اتبقى لي ايه اتبقى لي من اول 3 لحد 5 اتبقى لي من اول 3 لحد 5 5 ال-5 كده كده في الاخر خالص اهي closed بص بقى ال-3 دي لو مش هي معمولة open المفروض ان هي open لا انا هعملها closed بعكسها بعكس الحاجة اللي جنب مكان ما انا بخبي ليه يا مصدر بنخبيها طب ليه بص كده يا سي هقولك هقولك ده بص بقى انا ليه بعكس الساين بتاعة عكست بدلا ما السري هنا open عملتها closed بص يا سي تخيل كده انا معي الارقام دي كلها ال-X كلها اللي هي ما بين ال-1 وال-5 مسكهم في ايدي كده جي واحد قالك ايه قالك شيل يا سي دي منهم كل ارقام ال-Y يعني شيل ايه شيل ال-negative 2 شيل ال-negative 1 شيل الزيرو شيل ال-1 شيل الثو بس بيقولك استنى السري نفسها ما تشلهاش يعني عشان السري هنا open ما تشلهاش فلو انا ما شلتهاش هتخش جوه ال-X فعشان كده بعملها closed دايماً الحتة اللي انا ما بشلهاش دي اللي انا ما بشلهاش دي يا ولاد بعكس فيها الصين يعني بكل بساطة انت مش محتاج تعرف الكلام ده بس بكل بساطة تيجي تقول لي اه يا مستر خلاص X-Y يعني انا معايا ال-X خبي ال-Y تعالى كده نخبي ال-Y اهو قمت بخبي ال-Y قمت عامل حطت ايدي كده خبيت ال-Y اهو مساحة الازرق ده مش عايز اشوف اتبقى لي من 3 لل-5 3 هنا open اعملها closed وال-5 اسبها زي ما هي closed دايماً امتى بغير بغير الحتة اللي فيها المكان ما بين كده للمكان اللي انا بخبي فيه وما بين اللي هو الحتة اللي هي القريبة دي الحتة هي دي الحتة اللي انا بغيرها ماشي ياولاد ده كده كان الموضوع طب تعالى نعمل التانية اللي عكسها بص كده تعالى نعمل ايه Y difference X هتفرق في حاجة اه هتفرق في حاجة بص بقى المرة ده انا شايل Y ماسك في يدي Y بقول لك خبي منها X طب بص كده اهو اوم جاي كده يا مستر عايزة خبي X بص كده هم عامل حاجة كده عايزة شيل X خبي X ده خالص خبي خبي مش عايزة شوف اتبقى لي ايه بقى بص Y شيل منها X لو شلت الكلام ده ده اتبقى لي من اول زي ما انتو شايفين كده ماليجي دعوة هنا ايه هنا ده هي ده طب هنا بقى دي يا مستر كانت بص كده شايف الحتة دي دي كانت ده قوم انا عاملها ايه اقوم عاملها open يعني من negative tool 1 وعملها open زي ما انتو شايفين كده اهو تاني اهو انا خبيت الحتة دي بدل ما هي accept d closed زي ما من negative tool 1 بدل د closed زي ما هي وبدل ما d closed عملتها ايه عملتها وده كده ياولاد سريعا هو ده الاجزامبل اللي احنا بنقول عليه في حاجتين كمان ساعات بيجي يطلبهم يعني نمسح ده كده في حاجتين كمان بقى ساعات بيجي يطلبهم حاجة اسمها ودايما بيتطلبوا على فكرة حاجة اسمها نمسح ده برضو معلش ال x وحاجة اسمها y داش ايه يا مستر فكرة ال x وإيه فكرة y داش بص يا سيدي ال x داش ده بكل بساطة انا بقول لحضرتك او اسمها ال x complement ال x complement ده ويستحسن نقول complement ال x complement هو مجرد عن كل حاجة موجودة في ال number line معدل x يعني تخيل كده انت عندك ال number line ده شيل x منه وقل يتبقلك في number line كله ال x الوحدة بص انا هعمل number line كده ده دايما بعمل انت number line لوحده لما بحل ال x complement او y complement بقوم جاي كده رسم ال x الوحدة مش ال x الوحدة احنا لسه من ال 1 لل 5 ادي هنا مثلا 1 ودي هنا 1 وهنا 5 closed closed ده closed وده closed صح اهو دي كده ال x انا بقى عايز كل حجم عدد اه طب استنى يا مستر ده انا لو خبيت الجزء ده بص كده انا لو خبيت الحتة دي لو خبيت ها لو جيت اخبيها هيتبقل يا مستر اخبيها الطريقة افضل شوية ولو خبيت ده كده هيتبقل حكتين هيتبقل يا مستر حتة من الشمال وحتة من اليمين طب دول انفينيتي اللاين ده عبر عن ايه كل اللاين ده من عند النيجاتف انفينيتي لحد الوان يعني من النيجاتف انفينيتي لحد الوان هنا open الوان هنا زي بالزبط الديفرنس مش الوان هنا closed اعملها open union ده كده الحتة الشمال طب الحتة اليمين ده عبار عن ايه يا مستر عبار عن من الفايف مش الفايف هنا closed لا اعملها open لحد الانفينيتي هم دول الحتتين اللي طلعون دي كده اسمها الـ رخمة شوية معلش بس مع الحل هتلاقيها تصدقني كويسة يبقى تاني انا بعمل number line معليه حاجة غير الـ بيتبق لي حتتين حتة من اليمين والشمال بشوف ايه الحتة من الشمال دي من الـ بدل ما عملتها open طب هنا من لحد الـ وخلاص على كده طب تعال بقى نعمل الـ بص كده يا استاذ همسح ده كده كله وانتو بقى اللي تقولولي كده الـ هتعمل ازاي نفس قلنا اول حاجة هرسم number line معليهوش حاجة غير الـ اهو number line مش حط عليه اي حاجة خلاص غير الـ اللي هو من اول الـ لحد فين لحد السري وهنا closed وهنا open اهو انا بقى عايز اعرف الـ تقول استنى يا مستر انا لو خبيت ده بص كده لو انا جيت اخبي الكلام ده خبي لي كده الجزء ده انا عايز اخبي الحتة دي كلها هيتبقى لي ايه هيتبقى لي جزء من الشمال وجزء من يمين ايه الجزء هنا الـ طبعا وهنا الـ انفينيتي ايه الجزء اللي من الشمال ده اللي اه يا مستر ده من اول الـ انفينيتي لحد التو بس التو هنا closed ده اوما عاملها ايه open جدع union ده الحتة الشمال فين الحتة اليمين بقى من الث لحد الانفينيتي الث هنا open اوما انا عاملها ايه closed جدع والانفينيتي على طول open ده اسمه الـ وده كده كان سريعا يا اولاد يعتبر المسائل اللي بتيجي والمسائل دي دايما بتيجي في الامتحانات بس بدل ما بيطلب 6 حاجات كده لأ هو بيطلب 2 او 3 بالكتير او تعالوا كده بقى نبص على المسائل والمسائل دي هنلاقيها في الشيط اللي بعده يعني الشيط التاني اللي هو في الانتيرفل في follow للانتيرفل فإحنا هننفتح الشيط التاني في الاسي problems نمسك كده اول مسألة بصوا كده بيقول ايه انا محضر حتى number line جاهز اه تعالوا كده بقى من شوف الكلام ده بيقول بيقول ال x من negative 1 ل4 y من 3 ل infinity z is equal element is 3 and 4 find using number line x union y x y x minus z y تعالوا كده نمسك اول حاجة اول حاجة قلنا بنعملها ايه بنرسم ال x تعال هاتي negative 1 وسود ها خالص كده اه سود لحد 4 اه من negative 1 وال2 closed واقوم جاي ايه اولاد موصل ما بينه ده كده اسمه ايه ده اسمه ال x دي ال x اه واقوم عامل كده دي ال x بتاعتي طب ال y عبارة عن ايه ال y يا مستر عبارة عن وده اما قلتلك بلون تاني من تحت كده من 3 لل infinity اه 3 closed برضو closed لحد infinity فين بقى ال infinity دي يا مستر اه ال infinity دي بس كل ده كده ونقوم جايين كده دي اسمها الايه بقى ال y اه دي ال y طب الزد ده مستر الزد ده بيقول ايه ده بيقول الزد element اسمه 3 و element اسمه 4 يعني element بس يعني في حتة هنا كده element 3 مش عايز غيره و element 4 حتى مش اوصل منه انا عايز ده ال 1 و و يستحسن ما ترسمهاش يعني انا حتى مش عايز حاجة منه انا عايز 3 ال 1 1 1 1 1 اول حاجة طلبها x union y احنا قلنا يا اقل رقم لأكبر رقم بالsign بتاعته فين اقل رقم negative 1 closed او closed عشان هو closed فين اكبر رقم لحد ده مكمل لحد الانفينيتي يبقى لحد الانفينيتي اوب ده x union 1 طب نيجي هنا تاني حاجة x intersection y قلنا x intersection y قلنا بناخد كده زي الساندويتش كده الحتة اللي باخد الطبقتين مع بعض اللي فيه الاحمر واللي فيه الاذرق يبقى انا عايز يا ولاد اللي هو الجزء ده ده كده سوري مش عارف ايدي مع وجه اللي هو ده اهو من اول فين لفين من السري للفور اهو من السري لحد الفور واللي اثنين طبعا closed ده x intersection y بص هنا بيقول لي ايه بيقول لي x شيل منها الزد يعني شايف بيقول لي هي الـ x اصلا فين فين الـ x خلي بالك وما لوجه ضعب الـ y دلوقتي يعني دي الـ x كده بيقول لي شيل منها من الـ x شيل منها الزد يعني ايه مستر الكلام ده يعني انا مسك فيدي الـ x من اول negative 1 لحد الفور بيقول لي شيل منها الـ element اللي اسمه 3 وشيل منها الفور طب بص كده لو انا شيلت الفور مش هي الـ x اصلا عبارة من negative 1 لفور لو انا شيلت الفور مش بدل ما الفور كانت معايا كانت احولها اعملها اوبن طيب قديني كده شيلت الفور وبيقول لي شيل منها السري خلص مينس سري هشيلها ازاي من نص هشيل السري ازاي ممكن تسيبها كده انا لو كمان شيلت منها السري ده هتتحول لحت حتتين يعني لو انا شيلت السري كده من نص خلال كده شيلت السري هيقول لي ده هتتحول هتبقى من اول negative 1 لحد 3 open صح union بعدين من 3 open لحد فين لحد الفور open يعني تتحول تبقى كده عايز تكتبها بالطريقة دي عايز تكتبها الفيديو كده وتشوف هتعرف تحل ده ولا ده طيب تعالوا بقى نبتدي كده اول حاجة قلناها بنرسل نعمل number line نحط عليه الارقام بتاعتنا ونبتدي كده نشوف ال x من اول 3 لحد الفين ده خالص لحد ال الفين ده كل ده اهو اهو ده ياولاد كده من 3 لحد ال طيب وبعدين تاني حاجة من ال لحد ال 8 اهو ده انا ما عنديش 8 هنا اصلا بس بص انا همد ده كده شوية معلش ونحط هنا 8 يعني ال number line ما فيه وش 8 طيب تعالوا كده ما نشوف بقى ال y عبارة عن ايه بالازرق اهو نعمل لون تاني من ال ال open اهو لحد ايه لحد ال closed ووصل ما بيني دي كده اسمها الايه ال y بتاعتي دي كده ال y اهو دي ال y يا ولاد طيب تعالوا كده بقى ما نشوف الاستاذ ده عايز مني ايه اول حاجة عايز x union y انا مش قلنا يا ولاد x union y من اصغر رقم لأكبر رقم اصغر رقم فين negative four وال negative four هنا open اكبر رقم هنا فين بقى خلي بالك ال x دي مكملة لحد infinity يبقى الحد infinity open وعلى فكرة ممكن تحل x union y من غير ما ترسل بص كده اصغر رقم في الارقام دي ايه في ال x y على بعض negative four open اكبر رقم في يعني من اول هنا كده شايف هنا احمر وازرق عند three وهنا في عند eight صح يبقى من عند three closed لحد eight closed ده ال x intersection one طب ال x داش اه قلت ال x داش او ال x complement ارس ال number line لوحده لل x تعالوا كده نعمل number line لوحده لل x ادي ال x اهي قلنا من اول فين infinity اه اخلي ده كده ونقوم جايين لحد infinity ده كده اسمه ال x طيب هو عايز مني ايه بقى بيقول x complement خبي ال x بص كده لو انا شلت ال x خلي بالك ال x مكملة يعني هاعد اعمل كده اخبي كل ده اخبي اخبي مكملة لحد هنا هيتبقى لي مش هيتبقى لي حاجة على عكس قبل كده مش هيتبقى لي حاجة ناحية اليمين هيتبقى لي ناحية الشمال بس خلاص طب هو ايه اللي تبقى لي ناحية الشمال ده مستر هنا negative infinity يبقى x داش عبار عن negative infinity لحد 3 infinity على طول open طب 3 هنا كانت closed يا مستر قلنا في complement وفي difference في حاجة وده كده كان سريعا يعتبر الليسون بتاعنا طبعا الليسون تقيل وصدقوني يا أولاد محتاج حل كتير جدا ومحتاج انك تمسك مصطرة وتمسك قلم وتبتدي بترسم number line الكلام كده الوحده مش كفاية فيه افكار كتير جدا انا طبعا عشان الفيديو ما اطولش اكتر من كده فممكن نوقف لحد هنا ويا ريت لو حضرتك بتشوف الفيديو ده في خلال السنة الدراسية اي اسئلة عندك يا ريت نحلها مع بعض ونتحقها ونبقى لأن ده يعتبر اول لسون يعني سيريوس اول لسون بجد يعني فيه شغل ماشي يا أولاد ربنا يوفقكو وان شاء الله كده اشوفكو على خير مرسي يا أولاد